تأهلت مملكة البحراء ممثلة بفريق خالد من حمد لفنون القتال المختلطة للهواء إلى الدور نصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة والتي ينظمها الاتحاد الهندي لفنون القتال المختلطة بإشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والمقام حاليا بمدينة مومبي الهندية بمشاركة 300 مقاتل ومقاتلة من القارة الأسيوية ضمن منافسات وفعاليات إكسبو هذا وأجرى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى اتصالا هاتفيا هنأ فيه مقاتلي فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء بعد المستوى الرائع في الأدوار التمهيدية والتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة وأكد سموه أن تطور مستوى مقاتلي الفريق بشكل كبير يدل على التحضير الجيد وقوة البرنامج التدريبي بإشراف المدير الفني لفريق الهواء رضا منفردي والمدرب ألداروف والمدرب رينات أحمد شاكرا سموه المجهود الذي بذله الطاقم الإداري والفني والمقاتلون لتحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل القري كما أكد سموه أن الفريق يعمل بخطة واضحة نحو الارتقاء بمستوى الفريق والذي نتج عن المستويات التي ظهر بها في المشاركة الخارجية الثالثة كما اعتبر سموه العام الجديد والمشاركة في بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء بداية جديدة للفريق في المشاركات الخارجية وبوابة لتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات كما أعرب سموه عن شكره لأفراد وأعضاء الفريق على المجهود الذي بذله من أجل تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل والظهور بالمستوى الذي أدهش الجميع مؤكدا سموه عن سعادته بالمستوى الأكثر من رائع للمقاتلين وتمنيا سموه لهم التوفيق في الأدوار القادمة من البطولة الإرادة والعزيمة التحدي والإصرار كان عنوان فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة فمن الأراضي الهندية حظي الفريق بلحظات تاريخية ليصل بالرياضة القتالية إلى المنصات الأسيوية ليرتفع اسم البحرين في المحافل القرية فقد استطاع كل من الأخوين حسين وحسن عياد وفهد عبد الرزاق وعبد الله سينة من التأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة بعد تقديم مستوى أكثر من رائع ووصولهم بكل جدارة واستحقاق بفوزهم في الدور الأول والثاني والوصول إلى الأدوار النهائية بفئة 57 كيلو جرام فايت كان أفضل من الأول يعني أن حسيت أن الألعبت وياه كان أفضل من الأول وأهلعب معه حتى أن صادني ضربة فيها كانت قوية شوي بس الحمد لله قدرت تعوض إياه يعني ما تأخرنا وهي نفس المادلة من مرة الأولى شيء ووجد زين حقينا أنها أكون مرتاح أريح أكثر عندي يوم كامل ريح حق باتر وإن شاء الله باتر نكمل ونرفع عالم الديرة ونخلل كلفة خببنا وأهلي الفوز حق سمو الشيخ خالد ومدربيني كابتال رضا الدار رينات أهلي أمي وأهل البحرين كلهم يمكن يكون أنك كلمات تتقرب للنهائي تكون الفايتات البرشور ما لها أكثر خل يكون الخصم مو صعب عليك بس أنت تدخل في جوة المنافسات فيصير ترسع عليك أكثر ضغط مباريات أكثر فمو كل خطة أنت حاسبنها في المباراة تمشي مثل ما بغيت فلازم تكون أنت جاهز أن تتغير في أي وقت فوز إذا الحاكم يرفع يدك ما في شعور يعني يبللك عمو عرشون أوصف لك الشعور يعني بس الحمد لله يعني رفعنا على مديرة بيضنا وي الشيخ إن شاء الله الشيخ حوطه مال في النوايج الحمد لله يعني بيضنا وي الحمد لله رفايت بدى ويج زين حقي لو حتى أنك هون عشوائي في الضربات يعني بدون ما أشوفه يقطع عليك شوت يقطع عليك بوكس فحاولت أبتعد عنه شوي في البداية خليتي تعب روحه يكشف روحه شوي نطرت يكشف يده اليمين عشان أنزل تحته ونزله في الأرض وفي فئة سبعين كيلو جرام تمكن المقاتل عيسى العميري من التأهل إلى الدور الثاني من البطولة وذلك بعد فوزه على المقاتل مجتبى دريل ليحقق بذلك فوزه الأول مع الفريق في المشاركات الخارجية والله الفايت كان يعني نوع من البداية كان ريلاكس بس مرة ثانية كلمونا توجيهات من المدربين الحمد لله اجتهادنا الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجة والله يعني شعور لا يصف لنا نحن نوعا ما سيطرنا على البطولة الأول يوم عندنا في وزن خمس وسبعين كيلو سبع وخمسين كيلو ثلاثة من أربع لاعبين في نص نهاي يعني واحد بس هم من لاعبنا إن شاء الله وان تو ثري لنا وبعيدا عن المنافسات شهد الأكسبو في يومه الثاني حضورا جماهيريا كبيرا من محبي وعشاق الرياضات القتالية بالإضافة إلى رياضة كمال الأجسام باستقطاب ألمع الرياضيين ونجوم السينما لتنجح الهند في تنظيم أكبر الأحداث والتجمعات الرياضية بتاه الأربعة مقاتلي من فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء إلى الدور النصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة يزدل الستار عن منافسات اليوم الأول حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة مومباي الهندية